فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خالي ولد حمد بن زيد عن عمر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بن امرأة فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان مثل محمد في بن هاشم مثل الريحانة في وسط النتن فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلا منها وأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار فمن أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم نعم هذا الحديث مما يدل على فضل بني هاشم وذلك أن هذه المرأة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بملئ من المسلمين جالسين بفناء الرسول صلى الله عليه وسلم أي حول بابه عليه الصلاة والسلام ينتظرونه ليلازموه ويستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم ولتقرأ عينهم برؤيته فليس هناك شيء أحب إليهم من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه فمرت امرأة فعرفوها قالوا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم رجل من بني أمية هو أبو سفيان بن حرب فقال ما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني هاشم إلا كالشجرة في مثل الريحانة في وسط النتن مثل الريحانة يعني الشجرة طيبة الرائحة في أرض النتن هذا من باب الغمط لبني هاشم لأنه كان بين بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم منافسات فيما بينهم كعادة العرب أنهم يتنافسون فيما بينهم ويتفاخرون فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لأن هذا من العنصرية لأن هذا الكلام من العنصرية والله جل وعلا جعل المؤمنين إخوة ليس بينهم عنصريات وليس بينهم مفاخرات كلهم إخوة على حد سوى فهذه لا شك أنها كلمة خاطئة أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضح فضل بني هاشم وأنهم خيار هم خير قريش وقريش خير بني مضر وبنو مضر خير من العرب والعرب خير من الأعاجم إذن فبنو هاشم في أعلى الخيار من هذه الخيارات فهذا رد على من يغمطهم ويتنقص من قدرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا يرجع الفضل إلى ذويه ومن باب الإنصاف والعدل مع أنه لا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين نعم قال وأيضا في المسألة ما رواه التلميذي وغيره من حديث أبي بده أقول معا أنه لا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين إلا إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا هو الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإنصاف والعدل وأن يبين الفضل لذويه لا من باب الافتخار نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله هو بيانا لا ابتداء نعم ترجمة نانسي قنقر